تعالى بص بقى على مستوى الصفقات تعالى بص على مستوى الصفقات الصفقات الاهلي في الشتاء اللي اختارها مارس الكولر مفيدة جدا تحديدا في رأيي كندوسي ومروان عطي عشان الاهلي هيستخدمهم كتير اوشي الشغل التكتيك اللي بيعملوا مارس الكولر فيه اجهات بدني كبير جدا اللي هي بالوسط ويبقى محتاج فيه تدوير كتير جدا وشفتوا خدع الفتاح والأداء اللي عملوا لسه هنشوف كريستو هيعمل ايه اللي عمين بقى اللي جون في السف اللي مكادش مختارهم كان ممكن همنتكلم على سافيو تتكلم على شدي حسين وبتتكلم على مستوى ساعد دميسي اللي خرج اعارة كان ممكن يقول لا اللعبة دي بقى تخش القايمة ويلعبه وبتاع انا مش هعمل احراق بيني وبين الادارة والكلام ده كله لا 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 هو مدرب مدرب عادل هو مدرب الكويس يلعب ماليش انا دعوه بصفقات جديدة ولا قديمة الكويس يلعب وده اللي انا سمعته من لعب النادي الاهلي بشكل مباشر يعني قالوا لي انه ميزة مارس الكولر الكبرى انه مدرب عادل احنا متطمنين حتى لو ما بلعبش انا عارف انه هيجي دوري لو انا بقدي كويس في التدريبات فمدرب عادل بس الشيء بالشيء اوسكار يعني ما هي اشياء ده اخرى بادارة النادي الاهلي اللي ما ضغطتش على مارس الكولر وقيت له لا دي صفقاتنا الجديدة فلعبه عشان متحطناش في اي حرج النقطة النقطة كمان ان مارس الكولر في غرفة خلع الملابس علاقته جيدة مع اللاعبين اشتغل مع نوايا معهم بشكل كويس والدليل على ده ان محمود عبد المنعم كهربا بكل المشاكل اللي حوالين محمود عبد المنعم كهربا لما ييجي من بعيد قوي غاية حوالي سبع شهور عن المباريات ينزل ويتقلق ويسجل ويصنع مع النادي الاهلي خمسة اهداف في حوالي مية وستين دقيقة سواء تسجيل او صناعة ده شغل مع نواق قبل ما يبقى شغل فني وبدني انت بتتكلم في مدرب كل تفاصيل الفريق بيشتغل عليها بشكل كويس في نقطة كمال مهمة نادي الاهلي ادارة النادي الاهلي وهي تحاول ان تلبي طلبات مارس الكولر في فترة الانتقالات الشتوية والراجل كان طلبه الاساسي والواضح انا عايز مهاجم صريحة واختار هو ثلاث مهاجمين قال لإدارة النادي الاهلي لو سمحتم اشتغلوا عليها وإدارة النادي الاهلي وصلت انها كان ممكن تدفع 4 مليون دولار في لاعب عشان خاطر تجيب له متطلباته اللي هو موليك والموضوع ماكملش فبعد الثلاث لعيبة دول إدارة النادي الاهلي او لجنة التعاقدات في النادي الاهلي حطت قدام مارس الكولر حوالي عشر مهاجمين انا بقول لكم معلومة دلوقتي حوالي عشر مهاجمين آخرين اختار واحد منهم فقال لهم الأول انا عايز افراج على عشر مباريات متتالية لكل لعب ما تجيبوا ليش فيديو في ملخص أهدافه ومهاراته انا عشوف مستوى بشكل متتالي طيب جابوا له المطشاط وجابوا له العشر مهاجمين واختار لا ولا واحد طب يا كولر احنا دلوقتي مش هنعرف نجيب لك مهاجم ما تجيبش ما انت عايز اه ما انت لو هتجيب لي هتجيب لي احسن من اللي موجود بس ما تجيب ليش واحد وخلاص وانا مش عايز زيادة في عادة اللاعبين وخلاص ده شغل فني ومدير فني محترم ما هو بش يدفع من جيبه ما تروح اشتره اي حد لعله عايز استخدمه وخلاص يبقى عندي واحد عالدكة بدلا بيبقاش عندي خالص لا شوهم درم محترم ودرم محترم قالك لا لو احسن من اللي عندي ماشي مش احسن خلاص فالاهلي ما جابش مهاجم مهاجل للصيف بدلا ما يجيب مهاجم زي ما كان بيعمل دايما اي مدرب بيجي في النهاية الاهلي هاتي عام اي لعب اي واحد اجنبي ونبقى نشوفه طيما هالله هتبقى تشوفه دوت بيدفع فيه ملايين ما انا هنا بدفع من جيبي ما ليش دعوة هبقى اشوفه هو لأ مسؤول رائع من الاخر يعني رائع هتقول لي لسه ما عملش حيات كبيرة يعني ده هو يدوبك سوبر محلي ملامح امارات امارات في كذا موقف تخليك تقولي ان المدرب كبير خد بالك ما هي كرة توفيق وحظ وشغل وتعب ومنافسين بيبقوا عندهم نفس الاهداف وعندهم نفس الشغل ممكن تخسر وممكن تتعادر وممكن تكسب ممكن توصل لاخر نقطة في بطولة وتخسرها كل دوارد بس هو مدرب محتر النهاردة لعبة النادي الاهلي معظمهم كانوا رائعين وفي رأيي انه كان افضل لاعب في مباراة اليوم محمد عبد المنا مدافع جماعة بكواليتي مختلف مدافع رائع جدا قوي جدا في الالتحامات زاكي جدا في الخروج بالكرة هادي جدا وسط التوتر والضغط مدافع بصيغة اوروبية مدافع ينفع يبقى موجود في اوروبا مدافع مصري كبير وينسى بالفضل بصراحة يعني اللي وصله محمد عبد المنعم ده لطيب الزكر كالوس كيروش عشان ما ننساش بس هو الراجل اللي بص وقال ده ينفع يبقى موجود أساسي في منتخب مصر وخليه أفضل مدافع في كاس الأمم الأفريقية بعد كده الأهلي رجعوا ويشتغل مع النادي الأهلي وأدى بشكل رائع محمد مجدي أفشا النهاردة في الدهاء اللي بيلعبها وكل مرة من ساعة ما جاء مرسل الكرة في الدهاء اللي لعبها مجدي أفشا بيبقى مؤسر النهاردة كان مؤسر جدا هو اللي خد جائزة أفضل لعب في المباراة مؤسر مش بس عشان الهدف مؤسر عشان تحريك اللعب وانه عارف يطلع الكرة من مناطق الطاقة الدفعية للأهلي ويوديها للمنطقة الهجومية ويصنع لعب ويسجل ويسدد كان رائع النهاردة علي معلول والديانج والشناوي التالي دول تحديدا الكلام عنهم مضيعة للوقت بصراحة يعني اه تلاتة ناس ناس عظيمة قوي يعني اه مش بحتاجة أقولك انه ديانج لعيب عظيب مش بحتاجة أقولك ان علي معلول ده لعيب شخصية عبقرية ولعيب عظيب مش بحتاجة أقولك ان الشناوي حارس أمين وكبير مش بحتاجة خلاص دول خلصوا خلاص يعني دول الكلام عنهم خلص سمحمد هاني والمستوى السابت اللي بيقدموا بيرستانو النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا جدا يعني حمدي فاتح وعمر السلية وقاليو دينج السلسي الوسط رائعين كالعادة الأهلي حلو الأهلي يفرح يعني بصراحة شديدة طيب شكرا